أقوى عشر مركبات مسلحة حول العالم هل ترغب في أن تحيي حياة الملوك والرؤساء وتتمتع بحياة ضخمة ورفاهية لا مثيل لها؟ من المعروف أن أصحاب المناصب الهامة لديهم سيارة قوية تحميهم من أي محاولة للإرهاب ونحن هنا اليوم سنخبركم بأقوى عشر سيارات مسلحة حول العالم هل أنت مستعد لتعرف عليهم؟ هيا بنا نبدأ عاشراً سيارة مارودر تعتبر هذه السيارة واحدة من السيارات القوية المسلحة حول العالم فهي في حجمها وأبعدها تشبه الدبابة الكبرى توفر الأمان والحماية لكل من يركبها يبلغ وزن هذه السيارة 12 طن لما يعني أنها ثقيلة للغاية وقدرة على حمل حمولة يصل وزنها إلى 18 طن سرعتها من الممكن أن تصل إلى 75 ميلاً في الساعة وهذه السيارة قادرة على أن تتحرك فوق المتفجرات التي يبلغ وزنها 14 كيلو جرام ومن المعروف أن وزن المتفجرات والألغام في الأرض يكون 7 كيلو جرامات ما يعني أن هذه السيارة توفر لك أمان بطريقة لا مثيل لها كما أنها قادرة على عبور المياه التي يصل عمقها إلى ثلاثة أقدام كما أن المقاعد الموجودة بها ثابتة وقوية ما يجعلها قادرة على تحمل كافة الصعاب التي تواجهها في الطريق تعرب بهذا الإسم ولكن هناك بعض الأشخاص يطلقون عليها إسم بانشار في الحقيقة يبدو عليها أنها قوية للغاية ظهر ذلك في اختبار المصممين لللونين الأسود والأحمر وهي تشبه سيارة باتمان بعض الشيء لديها محرك قوي للغاية تصل قوته إلى 730 حصان واصل وزنها إلى 12 طن وسرعتها إلى 125 ميلا في الساعة ما يعني أنها تعتبر واحدة من السيارات الخطيرة للغاية وهذا الزجاج مضد للرصاص ما يعني أنه يوفر الحماية لكل من يركب بالداخل بعد كل ذلك أنت قادر على النجاة من العديد من المخاطر التي تحيب بك لو كنت في هذه السيارة ثامناً سيارة كومبات تي 98 لو ركبت هذه السيارة ذات مرة من المرات ربما لن تلاحظ أن هذه السيارة مسلحة حيث أن كل ما يوجد بداخلها يعتبر أشياء قيمة للغاية ومن الدرجة الأولى يوجد بها فرشة لمثيلة لها وثلاجة ووسائط متعددة ما يعني أنك لو تعرضت لإطلاق النار وأنت داخل هذه السيارة ستشعر بالأمان والراحة هذه السيارة توفر لك الحماية من كافة الأسلحة ومن كافة الألغام حتى أنها قادرة على التصدي لهجمات بعض الدبابات والصواريخ تصل سرعة هذه السيارة إلى 112 ميلاً في الساعة ما سيجعلك قادراً على تجنب المخاطر بكل سهولة تنتمي هذه السيارات إلى القوات المسلحة ولكن هناك بعضاً من الأشخاص الأثرياء قادرين على الحصول على مثل هذه السيارات تعتبر هذه السيارة واحدة من السيارات الجيب السريعة للغاية التي تصل تكلفتها إلى سعر باهظ كل ما يوجد بداخلها يدل على أن مالك هذه السيارة يتمتع بثروة لا مثيل لها ويعتبر الهيكل الخارجي لهذه السيارة من أقوى الهياكل يصل سمكه لاثنين ونصف بوصة ما يجعله قادراً على التصدي لكافة المخاطر كما أنها تعتبر ضد الرصاص ما يوفر الحماية والأمن لكل من يركبها تحتوي هذه السيارة على محركين أحدهم يعمل بالبنزين وتصل قوته إلى 326 حصان ومحرك آخر يعمل بالديزل وتصل قوته إلى 300 حصان يصل وزن هذه السيارة إلى 6 أطنان ما يعني أنها توفر الأمن والحماية لكل من يركب بها سادساً سيارة كومبات جارد تعتبر هذه السيارة واحدة من السيارات القادرة على السير في الطرق الوعرة وفي الأنهار وعلى الصخور والمنحضرات المرتفعة السبب في ذلك أنها لديها عجلات يصل ارتفاعها إلى 54 بوصة ومن الممكن أن تصل سرعتها إلى 93 مليا في الساعة توفر لك الأمن والحماية حينما تكون بداخلها لو تعرضت لأي إطلاق نار حيث أن جسدها قوي للغاية وقادر على التصدي لكل الرصاصات الخطيرة كما أنها قادرة على أن تحطم العدو تحطيماً ومزودة بأسلحة كثيرة وقدرة على التصدي لكافة الصواريخ ليس من الضرورية أن تكون كافة الصيارات التي سنتحدث عنها اليوم مخيفة الشكل تلك الصيارات تعتبر واحدة من الصيارات العادية ولكنها تتمتع بحماية قصوى أسفل هذه الصيارة يوجد سطح معدني كبير يغطي الصيارة بالكامل لحمايتها لو تحركت فوق أي لغم كما أن الصيارة مزودة بكاميرات مراقبة ليلية تمكنها من معرفة كل ما يحدث بالخارج يجب بها أيضاً نظام تنفس وأكسوجين كي يتمكن من إسعاف الآخرين لو تعرضوا لأي حادث ما جعل الكثير من الناس يتسألون من هو الشخص الذي يستحق أن يمتلك هذه الصيارة رابعاً صيارة إنكاس هيرون إي بي اس في أيامنا تلك قامت الكثير من الشركات بإنتاج صيارات قادرة على التصدي للأحياء الأموات يقال إن هذه الصيارة تعتبر واحدة منها وقادرة على القيام بهذه المهام تقدر على أن يركب بها 16 شخص وتعتبر واحدة من الصيارات القوية للغاية والتي تمكنك من النجاة من كافة المشاكل التي من الممكن أن تواجه كوكب الأرض تصل سرعة هذه الصيارة إلى 80 ميلاً في الساعة كما أنها قادرة على السير في المناطق الوعرة وقادرة على التصدي للرصاص والألغام التي من الممكن أن تضر بحياة كل من يركب بداخل هذه الصيارة الأمر الرائع أيضاً أن هذه الصيارة تحتوي على سلاح يوجد فوقها ما يجعلك قادراً على مهاجمة أي عدو أو أي شخص من الأحياء أو الأموات حال تعرض لك ثالثاً سيارة كاديلاكوان لا شك أن أقوى صيارة ما إنتاجها لشخص مدني هي الصيارة التي يركبها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من الطبيعية أن لا يوجد شخص يسعى للحصول على حماية قصوى مثل هذا الشخص وهذه الصيارة استخدمها الرئيس باراك أوباما وفي الحقيقة إنها لا تتمتع بشكل رائع كما كان أظن الكثير من الناس لكن بالرغم من ذلك هي تتمتع بحماية لا مثيل لها تصل قوة هذا المحرك إلى سرعة لا يمكن أن نعرفها كما أنها تستهلك 66 لتر من الوقود مقابل أن تسير مسافة 60 ميل كما أن أسالي بالحماية التي تتمتع بها هذه الصيارة لم يتم التصريح عنها ويصل طول هذه الصيارة إلى 18 قدم وارتفاعها يصل إلى 7 أقدام في مقادمة الصيارة توجد كاميرا إضاءة ليلية كما أنه أسفل هذه الصيارة يوجد سطح معدني قوي قادر على تحمل أي انفجار قد يحدث أثناء مرورها فوق أي لغم كما أنه يوجد داخل هذه الصيارة نظام تنفس وأكسجيل لحماية كل من يوجب بها كما يوجب بها صندوق إسعافات أولية ومسكات لتجعل من بداخلها قادرا على التنفس لو تعرض لهجوم من الغاز سيارة ديفولرو انترسبوتر تعتبر هذه الصيارة واحدة من الصيارات القوية للغاية القادرة على التصدي لكافة المشاكل التي من الممكن أن تواجهها حينما تسير في الطريق حيث أن هذه الصيارة تتمتع بقدرة على حماية كل من يركبها حتى الصائق وهي توفر لكل من يقودها القدرة على حماية الممتلكات النادرة التي ينقلها محرك هذه الصيارة تصل قوته إلى 381 حصان ومن الممكن أن ترتفع إلى 525 حصان وأيضا من الممكن أن يزداد لو أضفنا له محرك آخر بقوة 125 حصان حاوية الوقود في هذه الصيارة قادرة على أن تحتوي على 187 لتر من الوقود ومن الداخل سطر أن هذه الصيارة تتمتع بكافة وسائل الترفيه التي من الممكن أن تخطر على بالك لذلك لا يمكن إنكار أن هذه الصيارة تعتبر من أفضل الصيارات للحماية الشخصية أولا مارسيدس بينز جي إيل 550 كيف يمكنك أن تختبر مدى قوة صيارتك؟ البعض يفضل أن يحمل سلاحا ثقيل ومن ثم يطلق النار على صيارته كما أننا لا نفضل لك أن تقوم بالاستعانة بشيء حد وقوي من أجل أن تختبر قوة صيارتك ولكن هذه التجربة قامت بها إحدى الشركات حيث أرد مالك هذه الشركة ومالك هذه الصيارة أن يختبر مدى قوة هذه الصيارة لذا ركب في الداخل ومن ثم قام أحدهم بإطلاق النار عليه بهذه البندقية على الزجاج ويتضح في هذا الفيديو كيف أن الزجاج كان قادرا على تحمل كافة هذه الدربات دون أن يضر بصحة من كانوا داخل الصيارة وهذا جعل الكثير من الناس يثقون في هذه الصيارة ويسعون لشرائها حيث أن التجربة العملية التي حدثت أمامهم في هذا الفيديو وعلى يد مالك الشركة أكدت لهم أن هذه الصيارة قادرة على توفير الحماية والرعاية والأمن الذي يسعى للحصول عليه أي شخص ذو منصب هام في الدولة والآن ما هي أكثر سيارة نالت دهشتك في هذا الفيديو؟ وهل ترغب في شراء أي من هذه الصيارات؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة